سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة في عام 2000 ولدت أختي كادي ومن يوم ما جات كادي عالدنيا وأمي وأبوي بس يتاوشون ما قد مر عليهم يوم وهما جالسين سوا ويسلفون طبيعي كانوا يكرهون حياتهم سوا يكرهون أختي يشتمونها يضربونها دايم وفي عام 2005 أمي حملت فيني زعلوا بشكل ما حدي تخيله لدرجة أن أبوي زعل من أمي وسافر ستة شهور وأمي حاولت تنزلني أربع مرات لكن ما في فايدة ولدتني أمي وسمتني وتين وكانت تكرهني تربيت في بيئة كلها مشاكل عائلية كنت أسمع كلام يوجع بالنسبة لطفلة تقول لي أنت غلطة لو بيدي قتلتك أنت وأختك أكرهكم كلكم لكن كانت أختي كادي هي أمي وأختي وكل حياتي كانت جنبي وتحاول تنسيني كل شي قاعد يحصل كانت تحاول تحميني منهم تحاول تسوي أي شي عشاني وبعام 2009 قرروا أمي وأبوي ينفصلون عن بعض لكن كانت مشكلتهم إحنا ما حد كان يبغانا كانت تقول أمي أنا أبغى أتزوج وأعيش حياتي وأبوي كان يقول أنا أبغى أكرس حياتي لشغلي وما أبغى أحد يعيقني وانتهى فيهم المطاف أنهم يحطون عن جدتي أم أبوي طبعا جدتي كانت تكره أنا أكره العمى توقعنا أنا بنرتاح من مشاكل أمي وأبوي لكننا عشنا أيام أسوأ مع جدتي كانت تحبسنا وتضربنا كل يوم كانت مخذتنا كأننا خدامات ننظف ونسوي كل شي في البيت بس توعبين أنه عمر كادي كان تسعة سنوات وأنا أربع سنوات من كثر ما كادي كانت حنونة عليا وصلت المرحلة أقول لها ماما لأني كنت أحس معاها بحنان الأم اللي فقدتها كنت أشوفها أمي مو أختي وبعام 2011 وفي يوم الأيام الساعة 12 في الليل تي كانت تنظف المواعين وأنا كنت ألعب حولها وكانت هي تغنيلي ومبسوطة معاها وكنت أضحك من قلبي وأدور حولها وبالغلط دقيت كاسة وطاحت وانكسرت أنا على طول بكيت وتخبيت ورا أختي وجات وقتها جدتي مع الصبة وقامت تصيح فينا وتضربنا وتحرقنا وتقول أنتوا كسرتوا بيتي والله لا أكسر عظامكم وسحبتنا من شعورنا وطلعتنا بره البيت طبعا جدتي كانت عايشة بعمارة والعمارة هذه الشقق اللي فيها أعمامي موجودين نزل واحد من عمامي على صوت بكة وقال شفيكم؟ وقلنا لأش صار؟ قام ودق على أبويه وقال للسالفة كلها قال أنا مشغول ما نفاضل دلع البنات وعمتي دقت على أمي ما كانت ترد عليها قام عمي أخذنا البيتها وقال تعالوا ناموا عند الليلة وإن شاء الله صباح نشوف حل نومتها ذاك اليوم وبحضن أختي كادي وأنا أرجف فمن الألم شسمي كان يعورني؟ قمنا ثاني يوم لبستنا عمتي ملابس وقالت يلا بنروح مشوار وروحنا المحكمة قام عمي قال كل السالفة للقاضي طبعا دقوا على أمي وأبويه وجو وبدوا يتفاهمان وكل واحد يطلع عذر سخيف بس عشان ما يأخذنا عنده وبوسط النقاش قال أبويه أنا عندي حل راح يعجب الكل قال للقاضي تفضل إيش عندك؟ قل قال أنا أخذهم أسبوع وأمهم أسبوع وإذا وصلت بنتي الصغيرة للسن اللي تحدد فيه تبغى مع مين تعيش وقتها هم يقررون فان يبغون يعيشون قال القاضي طيب في حال إذا ما يبغون يعيشون عند ولا واحد منكم لازم يكون في حال ثالث قال أبويه أمو مشكلة أنا مستعديني أشتري لهم شقة يعني إذا كانوا يبغون يعيشون لحالهم قالوا تم طبعا لما كنا نروح أسبوع عند أمي وأسبوع عند أبويه كل واحد فيهم يكرهنا في العيشة معاه عشان إذا كبرنا ما نختارهم أيوة لهذه الدرجة هذه الدرجة كانوا يكرهونا مرت علينا أيام صعبة كثير وأيام متعبة لكن كلها تخطيناها والحمد الله بفضل الله ثم فضل أختي كادي أختي كادي كانت حنونة حنونة مرة الدرجة ما حد يستوعبها تنازل عن أشياء كثير عشاني كانت تسوي لي أي شي بس عشان تشوفني أبحك كانت تضحي بأشياء كثير عشاني كانت تقول لي أنت بنتي وحبيبتي وأختي مرت الأيام ووصلت للسن اللي صار لازم نقرر فيه مع مين نعيش ووقت القرار كنت أستشير أختي أستشيرها بكل شي ما بغى أسوي شي بدون ما تكون هي راضية بالأخير اتفقنا أن نعيش لحالنا خلاص تعبنا من المشاكل جال يوم اللي روحنا فيه عشان نكمل ملف القضية ونقفلها خلاص وقلنا للقاضي خلاص قررنا طبعا أبويا كان عارف أننا نختاره أن نعيش لحالنا وقدو أختار شقة لنا أصلا قال القاضي أنت موافق أن بناتك يعيشون لحالهم قال أبويا طبعا موافق وسأل أمي نفس السؤال وردت بأنه ما يهموني رجع سأل أبويا كم راتبك قال المبلغ الفلاني ليش؟ قال قاضي أنت ما فكرت يعني من رح يصرف عليهم لما اقترحت علينا هذا الاقتراح قال له لما ليشغل فيهم قال لا يا حبيبي رح يروح مبلغ كذا لبناتك ومبلغ جامد صراحة قال أبويا لا طبعا مستحيل قال خلاص جال يعيشون عندك طبعا أبويا وقتها أنهار بس خلاص ما صار يفيده شيء أستلمنا مفتاح الشقة والفلوس صارت تنزل في حساباتنا وأففنا بيتنا الصغير وصار كل شهر ينزل في حسابنا مبلغ وقدره كنا نجمع نصة ونخلي نصة نعيش منه والحمد لله من تجميعنا للفلوس أختي أشترت سيارة وتعرفنا على صديقات يسوون الدنيا وما فيها صاروا هم أهلنا وعشنا حياة ما توقعنا أننا بنعيشها أتمنى تدعو لنا دايب انتهت القصة الرأي الشخصي أحلى شي في القصة أختك الحنان اللي فيها كرني بحنان واحدة أعرفها اسمها ندا الله يخليها لك وأهلك والله شلو واحد يقول الصبر الله العظيم وبس الهناك وصلنا نهاية فيديو اليوم إذا جبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على زر اللايك تشتركوا في القناة مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم برون سلام